السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هتنسوا عمل مسكار في الكوافير خصوصاً لأن الأسعار بقت عالية قوي دلوقتي وكل المطلوب منكو خمس دقايق لتحضير المكونات أما بالنسبة لطريقة العمل هنقولها مع بعض دلوقتي حيلاً بالنسبة للمكونات هنحتاج معلقة كبيرة من الجيلاتين والجيلاتين ده بنشتريه من أي شركة مستحضرات تجميل أو بنلاقيه كمان عند العطارين أو السوبر ماركت بس يكون كبير تاني مكون عندي هستخدم اللبن البودرة أو الحليب البودرة وممكن نستبدله كمان بالحليب الطبيعي العادي المكون اللي بعد كده هو القهوة أو النسكافيه اللي اتنين سيان وبيقوموا بنفس المفاول بالزبط المكون اللي بعد كده عندي هو جل الصبار أول حاجة هحطها معلقتين من جل الصبار وهاخد كمان معلقة من القهوة أي نوع على فكرة يا جماعة هنقلب كويس جدا المكونين مع بعض وبعدين هنضيف الحليب بتاعنا أنا خدت معلقة صغيرة بس من الحليب البودر ولو هنستبدله بالحليب الطبيعي السيل هناخد ربع كباية صغيرة هنضيف بقى المكون الأساسي عندنا وهو الجلاتين اللي بنيمسك لنا جميع المكونات كلها مع بعض هنقلب كويس جدا وهنضيف ربع كباية مية دافية وهنشوف إزاي هنعمل المسك مع بعض دلوقتي بصوا ده القوام بتاعه قبل ما حطه على النار بعد كده هيتحط على النار هاتية خالص لحد ما يتكون المسك بتاعي زي ما انتوا شايفين كده ده القوام بتاعه وهبدأ أحطه في البولة بتاعتي عشان أقدر أستخدمه قدامكو دلوقتي حالة طبعا بنستنى يهدى شوية لأنه نزل ملع على النار نستنى لحد ما يهدى يبرد شوية وبعدين نبدأ نستخدمه ويفضل إن احنا نستخدمه بفرشة مش بالإيد علشان الجلاتين ما يمسكش في إدينا وإحنا بنعمل المسك ما تنسوش مستنية تعليقاتكو لما تجربوا المسك بتاعي ونتيجته زي ما قلتلكو بتبان من أول استعمال وبنستخدمه كل قد إيه المسك ده يفضل أي مسك بيحتوي على الجلاتين أو أي مسك تأشير يستخدم مرة واحدة بس في الشهر زي ما انتو شايفين كده اتجاه حط المسك بيكون في اتجاه واحد بس ولما نيجي نشيله طبعا هنشيله عكس اتجاه نمو الشعر هنسيبه ينشف أنا أخد معي تقريبا حوالي 20 دقيقة وكان المسك نشف تماما هنبدأ نقشره زي ما انتو شايفين كده بجد المسك ده من المسكات المحببة جدا لقلبي وانا عملت حاجة مشابهة دي كمان في القناة وانا نزلته النهاردة علشان العيد قرب كل سنة وانتو طيبين وعايزة كل البنات يستفيدوا من المسك ده وكلهم يعملوه وانا مستنية اقتراحتكو للفيديوهات اللي جاية وكمان مستنياكو تعملو المسك ده وتكتبولي في التعليقات ايه رأيكو فيه وعجبكو ولا لأ والنتيجة كانت عاملة ايه على بشرتكو وعلى فكرة المسك ينفع لأصحاب البشرة الحساسة نقدر ندفله بس نص معلقة من عسل النحل الطبيعي العادي خالص ويستخدم للبشرة الحساسة مفيش اي مشكلة الخطوة الاخيرة اللي هنعملها بعد المسك هي ان احنا هنحط اي كريم مرطب على البشرة علشان تهدئة البشرة بعد كده ما تنسونيش بقى في اللايك والشير واللي لسه ما اشتركش معايا في القناة اشتركوا ويفعل الجرس عشان لسه عندي حاجات حلوة كتيرة قوي عايزة اقدمها لكم شكرا جدا على المشاهدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا جزيلا